اني وانت رايق صح؟ تمام ما بتحبش تنفع علشان تجيب طبقة معينة لا مش بالانفعال اصلا هي بص ولك لا هي ملكة ربنا مدهالك يعني الغنى ملكة والطبقة اللي بنقول بها برضو ملكة ربنا مدهالك يعني فيه ناس بيبقى عايز يجيب الطبقة دي بالعافية بالعافية فربنا مش مدهالك فانت بتحس انه بيزعق بيسرخ كأنه بيخد عيل صغير مثلا بيصحيم النوم ولا حاجة يعني هو ربنا مش مدهالك فما تحاولش اصلا هي غنى مش عافية غنى مش عافية مش عافية طب جبنا سيرة انه غنى مش عافية لو رجعنا بقى للبداية ان شاء الله عليك انت يعني لست شاب صغير ولكن نرجع بقى لزمان شوية انشتكبرك قوي يعني لا ربنا يا خديك في البداية قوي 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 كان هدفك الغنى ولا حد سمع صوتك بقال لك لا انت ما شاء الله عليك تغني صوتك حلو ولا البداية خالص جات منين وانت صغير فهي البداية كان كان القرآن الكريم القرآن الكريم بداية كان يعني كان ابتدائي بقى كتاب وبجانب الكتاب مثلا انه بنروحه كان فيه مشايخ بتعطي ارننا قرآن فمنهم كان فيه شيخ اسمها الشيخة نعمات والله يرحمه ويحسن اليها فدي كانت بتدينا قرآنه وكانت بتدينا دروس مزيكة في المدرسة ده تعليم مجاني اللي بقولك عليه ده اللي احنا تعلمناه يعنى وكان فيه الحاجات دي كلها فهي اللي اكتشفت صوتي ده قالت لك صوتك حالو فقالت لي كمل فقعدت فترة بقى اللي هي المدرسة واخداني بقى لازم الصبح الواحد بيطابور بتاع الصبح ده رايت القرآن بدل ما يشغلوا الإزاعة كان فيه ثلاثة اربعة كده يعني انا واثنين ثلاثة معاهم فبدأ الاهتمام من هنا هو فجيت بقى دخلتي بقى مرحلة اعدادي وسنوي اه ده احنا نتكلم انت صغير جدا صغير جدا اه يما غنى بقى في اعدادي وسنوي الموضوع اختلف شوية اه مع اصحابي نخرج تغني لو استاذ احمد عدوية احفظ عم حاصل الله صمر حاجات كده هو اغنيها فقالوا يقولك يا عم ما اتغني اه هي جد تحويلة بقى اه بدأت بقى تغني هي دي هي بس بقى بعد كده بقى لوحد اتمرمط بقى اه مشوار طويل شوار اه طويلة اتعمل في الشارع بسبع تمن ساعات بتاخدع عشر من يوم 15 جنيه يه خبر اه تعطي اه بس تعلمتي بقى اه اقتر حاجات علمتها ايه لو قولنا من شغل الشارع اتعلمت ان الناس اللي في الشارع دولت طالهم حبوكي خلاص اه وطالهم حرفوا انك انت زقيمة خلاص والناس اللي في الشارع دي بيعرفوا في الكلمة جدا بيفهموا فيها فهموا في الكلمة جدا 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 بصي في حاجات منتشرة دلوقتي وشغالة مع الناس بس على قد ما الناس ما تسمعها على قد ما الناس ما قرفانة منها جدا على قد ما الناس ما يعني مستقى منها جدا زي ما بقولوا على قد ما متشال منها زي ما بقولوا برقع الحية جدا برضو اللي في الشارع رافض ده ممكن يشغلوا بس رافضوا يشغلوا بس رافضوا يعني بيجي في وقت معايا يشغلوا إنما لما تجي تسمعها الناس اللي هي الناس اللي بتغني بتلاقي نفسك بتسمعي في أي وقت يعني اللي بيغني ده بتسمعي صبحي ممكن تسمعي بالليل ممكن تسمعي قبل ما تنامي وممكن تسمعي حاجة حلوة مع نفسك ممكن سواء الواحد يعني مطرب أو مطربة إنما اللي الهوجة دي أو الموجة دي هو وقت وقته بيخلص وقته خلاص الناس مش عبيطة يعني للدرجات دي